مساء الخير مساء الخير على مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان في الوطن العربي برنامجنا اسمه حكايتين وبس بنحكي فيه حكايات زمان يستفيد منها الصغير والكبير وكل حكاية في الدنيا لها قصة ولها مكان وهنلتقي بيكم كل اسبوع يوم حد الساعة اثنين ونص مساء وهتبعونا على الارقام اللي هتظهر على الشاشة هنبتدي معاكم الحكاية النهاردة حكايتنا النهاردة عن الام المصرية الام المصرية التعبانة الشقيانة اللي طول المهار برا البيت وبترجع البيت نفسها ترتاح هحكي النهاردة حكاية عن ام معاها ولد عايشين مع بعض بعد وفاة ولده بعد ما وفاة ولده الام صرفت دم قلبها على ابنها الوحيد اللي قاعد معاها في البيت كبر من صغره وهو في حضنها محتضناه في حضنها ما بيمشيش يروح بعيد عنها الا ما يقول لها والصلة بينهم كويسة جدا سلطة الراحم مرتبطة بالام والولد زيادة على زوم اون فكبر الولد وسنه حوالي كده اتنين وعشرين سنة قال لها يا امي انا عاوز انا جبرت بقى وعاوز اتجوز قالت له طيب اشوف واحدة بنت حلال وانا اروح اخطبها لك قال لها حاضر يا ماما في واحدة عجباني في القرية اللي جنبنا عايز اتجوزها قالت له طيب اسأل عليها الاول وبعدين نروح نتقدم لها ونشوف طلباتهم ايه تاني يوم جالها وقال لها يا امي انا سألت عليها وطلعت بنت كويسة جدا واهلها ناس كويسين وانا عايز اتجوزها تعالي بقى يا امي نروح نخطبها قالت له حاضر يا ابني وخدوا بعض وراحوا للعروسة واهل العروسة البيت القرية تبعد عنهم شوية زغيرين دخلوا ورحبوا بيهم اهل العروسة وقعدوا مع بعض وكل واحد عنده شروط قالها الولد قال له يا امي انتي هتكلمي عن لساني انا لان انا هقعد معاك في البيت الام طلبت من اهل العروسة انها هتقعد معاهم في البيت وهتخدمها علشان هي معهاش بنات يخدموها ومعهاش حد يخدمها طبعا اهل العروسة وفقوا والعروسة قالت انتي هتبقي امي وهخدمك بعنية واتفقوا على المهر والشبكة والفرح واللازي منه وروحوا بقى وقالت لها بعد ما قالت لها طبعا ايه ان انا يعني هبقى حطك في عناي وانتي لي وانا ماليش غيرك والكلام ده واتفقوا على معاد الفرح وروحوا وحددوا موعد الزفافة وروحوا هو وامه قالها يا امي دي طيبة اوي وهي قالت له ايوة يا ابني والله انا شايفها جميلة وطيبة وهي هتريحدي جدا عاشوا مع بعض سنة واثنين ولما الام كبرت شوية حست نفسها ان جسمها تقل مش قادرت تقوم حتى من مكانها امراض الشيخوخة البنت زي ما تقولي زي ما تقوله كده تقلت عليها فقالت له انا بصراحة تعبت من الشغل البيت ومش بقيت استحمل ان انا كمان اخدم الولد واخدم امك قال لها طيب يعني هنعمل ايه قالت له وديها عند اخوها قال لها ليه طيب ما هي قاعدة معانا ومش بتعملك حاجة وانا باجي اخر النهار وبلايكوا كويسين مع بعض قالت له لأ انا تعبت منها وعايزها بقى تروح تقعد عند حد من اخوتها يخدموها شوية قال لأ لأ انا مش موافق جالت لنيوم قالت له نفس الحكاية كل يوم تكررها يا جميل انا امك تعبت منها كل يوم نفس الشغلانة قال لها هو اديها فين بس انا عرضت على خالي وعمتي واهلي انهم ياخدوها ما حد الشغلانة ياخدها قالوا انت اولى بيها قالت لأ ما ليش جعوة شوف لك حل يا انا يا امك في البيت قال لها طيب انا هتصرف سيميني طيب يومين عدوا اليومين وقعدت زيني برضو نفس الحكاية تعيد وزيد فيها مع جميل رحت ام جميل طبعا جت تمسك كباية وقعت غز من عنها على الارض كباية شاوية من ايديها غز من عنها ورقت الدنيا طبعا الولد ما كانش موجود طبعا الست قعدت تزعق في ام جميل وتقول لها ليه كده ليه بتعملي كده لأ انت مش لازم تعودي معانا في البيت واشي كده قالتها لها انت مش لازم تعودي معانا وروح وعودي مع حد من اخواتك اول ما جيك جزها قالت له خدها دلوقتي ومشيها طلحها وديها عند حد من قريبها وفعلا زي ما يكون عملاله عمل رح واخد امه على كدفه ومشي بها شوية ورح حطتها عند شجرة في قرية بعيدة عن البيت شوية ايه 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 دا كله وراح وراح ساب امه وقالت له انت رايح فين يا جميل قال لها يا امي انا مش رايح حده انا رجعلك تاني هجيبلك بس شوية مية ورجعلك تاني يا امي قال لها تراح ترد عليه قالت له طيب يا جميل والنبي ما تغيبش علي انا جبرت في السن ومش مستحملة ان انا اقعد بعيد عن البيت انا ما بخرجش بقالي فترة قال لها طيب يا امي قعدت تدعيله وهو رايح يجيب لها كوبية المية او الزاست المية اللي هيجيبها لها زمن بقى ما كانش فيه موبايلات ولا تليفونات انها تتصل بيه تقول له انت فين يا ابن اتأخرت عليها قعدت كام ساعة كده مستنية ابنها وتدعى ربنا واخدها من بدري عد عليها الضهر والعصر ابنها مجاش قعدت قال لها انا تلف حواليه نفسها مش عارفة تروح ومش عارفة حاجة وقعدت تلف حواليه نفسها قدام الشجرة اللي هو حطها جنبها وفجأة جالها واحد ماسك فاس ورايح يزرع أرضه رايح يقعد شوية في أرضه راح سأل سأل الستة امه جميل قال لها يا حجة انت قعدة هنا بتعملي ايه كده لوحدك والدنيا رابط تضلم قالت له انا قعدة مستنية ابني راح يجيب شوية ميا ليا عشان عشانا وبعدين نكمل مشوارنا اللي كنا رايحينه قال لها طيب انا رايح لغاية أرضي ويراجع تاني لو لقيتك هجيبلك الميا معايا طبعا الراجل ميشي راح عزق أرضه ويرجع تاني لقى الستة لسه قعدة مكانها وابنها مجاش قال لها ايه ده ابنك لسه مجاش خديك قالت له ايه ابني مجاش وانا مش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اروح فين انا برضو هفضل مستنية قال لها لا يا حاجة طيب انا مش عارفة قدم لك ايه خاف اخذك ابنك يرجع يدور عليك ما يوصل لكيش طيب خليكي قعدة مستنية وانا جبتلك قولة مليانة مياه اشرابي منها خادت منه القولة واحطتها جنبها وجاب لها كمان شوقتين عايش وحد الجبنة وقعد جنبها شوية وبعدين سابها ومشي سابها لرعاية المولى عز وجل وفجأة عدى الليلة عليها وهي قعدة ما حد بيش سأل فيها ولا حد جالها جوم الحرس بتوع الملك والقاضي بيدوروا على الناس في جريمة قتل حصلت في البلد بيدوروا على الناس اللي هي قتلت ابن واحد يعني من البلد خطفوا عيل وقتلوا راحوا جنب الشجرة ولقوا الست قعدة راحوا خدوها من ضمن الناس لموها من ضمن الناس خدوها وطبعا كل ما يسألوها انت ابنك فين ما تردش على حد انت تابع مين ما فيش كل كلامها يا رب يا رب بعاتلي ابني عندها امل لسه ان ابنها هيرجع تاني وياخدها كل ما القاضي ييجي اسألها والعمدة ييجي اسألها ما بتردش على حد انت اللي قتلت الطفل الزغير اللي اتقتل عند الشجرة ما تردش على حد وكل كلامها لا اله الا الله وانا مستني يا ابني هيجي اخدني العمدة اتصل بالقاضي بتاع البلاد وقال له احنا لقينا الست جنب الشجرة اللي بتختفي الولاد وتقتلهم قال له طيب استنى انا جاي جه وجه معا العساجر بتوع الغفر يعني المجموعة بتاعتهم وخدوا الست يستوجبوها يعني يسألوها برضو ما بتردش قالوا له طيب احنا خلاص هنحبسك بدأ انت مش راضية تتكلمي ولا راضية تقولي انت منين ولا ساكنة فين ولا اي حاجة هي كل كلامها عرب بنا وبس ذكر الله على السنة مش بتسيبه قالوا له طيب انت متهمة دلوقتي انك انت قتلت بتختفي العيال الصغيرة وتغديهم عني بالشجرة دي وتقتليهم واحنا هنحزبك والناس كلها اهل البلد خلاص قالوا ان الست اللي قاعدة دي هي الخطفة العيال انت من ضمن المجموعة قالت الحاوضة ولا قوة إلا بالله وردت بالأمر وما تكلمتش برضو فيه انتظار ان ربنا يبعت لها ابنها وعندها أمل ان ربنا يبعت لها فعلا ابنها خدوها وحبسوها تلات أيام اتحبسي علشان تتكلم ما تكلمتش قالوا لا طب تعالي بقى احنا جهزنا المنصة علشان هيتم اعدامك علشان انت بتقتلي الأطفال بتاخد الأطفال تتبعوا تقتليها برضو ما فيش ما تكلمتش خلاص جهزوا المنصة في وسط البلد والناس جمعوهم الغفر مشوا في وسط البلد ينادوا ان الست اللي بتقتل الأولاد مسكوها وهيعدموها يوم الجمعة هيتم عدمها في الساحة أهل البلد كلهم اجم معوا وراحوا يشوفوا الموضوع ايه الموضوع ايه اللي حصل بك طبعا الحراس جايبينها من الحبس عزرة ابنها ابنها سمع في الميكروف الناس وهي بتنادي الغفر ان فيه واحدة يوم الجمعة هيعدموها عشان بتخطف الأولاد وتقتله طبعا قال ايه ده طيب انا هروح اشوف ايه الموضوع ده راح لبس هدومه وخرج وما كانش طبعا في باله أمه بيأكل ويشرب وينام ورايح دماغه ونسي أمه انه هو سايبها وليس اللي حصل لها ولا في دماغه اي حاجة طبعا جرينها بقى الغفر ورايحين بيها الساحة علشان يتم الأعدام وفجأة أهل القرية كلهم اتجمعوا كله رجالة وستات متجمعين علشان يشوفوا الست اللي بتخطف الأولاد وتموتهم جابوا الست وهيعلقوها في المشمع ابنها اللي بيسوا بقى وطلعوا يشوف زيه زي بقى الناس رايح يحضر فجأة لها أمه الغفر شدينها مجرقرينها وهيطلعوها على المنصة وهيعدموها بيسأل مين دي مغطينبو الشاب بحتة سودا مين دي هي مين الست دي هي مين الست دي فطبعا هو فكر الجلبية اللي كانت لبساها أمه وهو شايلها بصت كده عليك الباب أمه قال إيه ده ده فيها شبه الجلبية دي من الجلبية اللي لبساها أمي رح أقرب عليها كده وهي طلع على المنصة ومس جاعت وعرّب الشاعة لا أمه أمي أمي وقعد يصرخ والناس كلها استغربت من الموقف أمي أمي انتي ليه تعدموها ليه ليه تعدموها دي أمي وقعد يبوس على رجل أمه ويوطي على رجل أمه يبوسها قالوا هي متهمة في قضية أعدام ويتم أعدامها دلوقتي القاضي أمر إن هي تتعدم حالا دلوقتي هو الولد طبعا هيجنن إزاي راحوا نزلوها طبعا لما قالوا لأ ده أمي ما تعملش كده أمي ما تقتلش أمي بريئة قالوا طيب اثبتوا برقيتها نزلوها من على المنصة قالت لهم هاتوا اللي انتم مشتبهين فيهم كلهم لو أنا حلت لكم الموضوع هاتسيبوني أروح قالوا لها تحليه إزاي أما أنت يا موتاعمة أصلا هتحليه إزاي قالت مش فيه ناس تلاتة أربعة تاني مشتبه فيهم زي قالوا لها أيوة فيه راحوا جابوا الناس اللي مشتبه فيهم تلاتة أربعة ستات قالت لهم هو كام عيل اللي مقتول على الجزعة الشجرة قالوا لها واحد بس إحنا بنقول مجموعة علشان نمسك المتهمة أو المتهمة قالت لهم طيب قولوا إن هي قولوا للهجبون دول إن هم تسع أولاد وفعلا جابوا الغفر الناس الممسكين وقلوا لهم أنتوا قتلتوا تسع ولاد على الشجرة خدوا من جلباب كل واحدة حتة وراحوا يشوفوا الدم اللي على الشجرة ريحة الدم اللي تحت الشجرة فعلا هي نفس الجلباب عليه ريحة فعلا لقوا واحدة منهم ما قالوا لهاش إن كنتي اللي عملت الجريمة قالوا لها أنت اللي قتلت التسعة قالت لهم لأ أنا ما قتلتش تسعة أنا ما قتلتش تسعة لأ أنا بريئة أنا ما قتلتش حد قالوا لها لأ أنت اللي قتلت التسعة ريحة الجلبية اللي أنت لفسها خدنا حتة منها نفس الريحة اللي على الشجرة الدم اللي على جزعة الشجرة نفس الريحة هي الريحة اللي على جلبيتك أنت أنت اللي قتلت التسعة قالت لا والله لا والله أنا ما قتلتش تحد أنا قتلت واحد بس وبكده ظهرت برائة أمه جميل والناس كلها طبعا كانت زعلانة جدا وفيه ناس كانت بتعيط اللي سبت كبيرة إزاي يا دموة إزاي وكانت مظلومة وطبعا خادوا حبسوها الست اللي هي عطرفت إنها قتلت واحد وبكده نكون يعني حكاياتنا عجبتكم إن شاء الله عايز أقول لكم إن حكاياتنا كلها من الأساطير المصرية حكاياتنا كل حكاية ديها معلومة يعني نطلع منها بمعلومة نستفيد منها بحاجة هنا الإبن لازم يكون حنين على أمه انت قاعد مع أمك خليل حنين عليها لغاية ما تموت شيلها ما كنت شنتت شيل أمك مين اللي هيشيلها كل حاجة أكلها وشربها تاخد عليها سواب وغير الله هدومها وخليت جنبها لحظة بلحظة الأم دي تحت رجلها الجنة أم الجنة قالوا تحت قدامه أمهات إزاي فيه وقت ممكن أحكي حدودة تاني وعايزة أقول إن كل حكاية في الدنيا لها مكان وزمان وإلى اللقاء فيه حلقة جديدة الأسبوع الجاي يوم الحد الساعة اتنين ونص وعايزة أقول لكم داني قبل ما أفصل معاكم عايزة أقول إن البنات اللي رفضت تعيش في بيت عائلة بيت لعيلة جميل ما تقوليش لأ ما عودش مع حماتي لأ الحمات عميني مش كويس وسليفي لأ زبطي أمورك وزبطي حالك الحياة حلوة وجميلة لو إحنا رعينا ربنا في البيت اللي إحنا داخلينه إحنا داخلين بيت نرعي ربنا قبل أي حاجة نرعي ربنا في الناس اللي إحنا داخلين عليهم كده ربنا هيكرمنا صح ولا إيه معاكم حكايتين وبس مع ماما فاطيمة كل يوم حد الساعة اثنين ونص إلى اللقاء في الحلقة الجديدة